بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ومع الوحدة الرابعة بعنوان تقييم وتشخيص اضطرابات الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد نتناول الدرس الأول بعنوان تقييم وتشخيص الأطفال ذوي اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد طبعا لو تناولنا الأعراض الرئيسية للاضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد هناك عدد من التعريفات التي ظهرت لهذه الفئة فمثالا عليها مثلا وضعت الجمعية الأمريكية لطب الأطفال عام 2000 تعريفا يتضمن ثلاث أعراض رئيسية هي ضعف الانتباه تتمثل مظاهره في قصور واضح في الانتباه والإصغاء اثنين النشاط الزائد وتتمثل مظاهره في التحرك والجري والقفز وتسلق الأثاث مثلا الاندفاعية تتمثل مظاهره في التسرع وصعوبة انتظار الدور ومقاطعة حديث الآخرين مراحل تشخيص الأطفال ذوي اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد أولا مرحلة الفحص الطبي الشامل وذلك للتعرف على الأسباب العصبية والوراثية لحالات طعف الانتباه والنشاط الزائد اثنين مرحلة المقابلة الإكلينيكية وهذه المرحلة يتم إجراءها مع الوالدين أو المعلمين والطفل وذلك للتعرف على خصائص الطفل في المواقف المختلفة وكذلك طبيعة العلاقة ما بين الوالدين والطفل والطفل وأقرانه ثالثا مرحلة التعرف الدقيق مرحلة التعرف الدقيق على هؤلاء الأطفال من خلال تطبيق المقاييس ذات العلاقة لو انتقلنا وتحدثنا عن أهداف تقييم وتشخيص الطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد طبعا يقصد بقياس وتشخيص الطراب ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد دراسة أعراض وتحديد درجة ضمن المعايير الملائمة لعمر الطفل من خلال تطبيق مقياس أو أكثر خاص بهذا الاضطراب وهذا يمكن الفاحص من إصدار حكم على طفل وفق معايير خاصة باضطراب ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد متفق عليها من المتخصصين أو حتى اللجان أو الجمعيات والمنظمات النفسية العالمية بعد تطبيق أداة قياس ملائمة للتعرف على مدى انطباق هذه المعايير وشدتها طبعا لأهمية عملية التشخيص في بناء البرامج التربوية الفردية المناسبة فإن الحاجة إلى بناء مقياس فاعل لتشخيص هذا الاضطراب من الأهداف الضرورية والملحة ولهذا يهدف تشخيص اضطراب ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد إلى بعض الأسباب التي سنتناولها الآن أولها تحديد أسباب ومظاهر اضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد اثنين تصنيف الحالات بشكل دقيق للابتعاد عن التداخل مع أعراض اضطرابات أخرى طبعا يعني هذا من خلال استخدام مقاييس ملائمة وفقا للمعايير العالمية أيضا اتخاذ قرارات الإحالة الملائمة أيضا بناء البرامج التربوية والخطط التعليمية الفردية وبرامج تعديل السلوك وغيرها وفقا لحالة الطفل طبعا أيضا بناء البرامج والخطط الإرشادية التي تتوافق مع حاجات أفراد أسرة الطفل ننتقل ونتحدث عن التشخيص الفارقي لاضطراب الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد وتمييز عن اضطرابات أخرى طبعا يركز التشخيص الدقيق الفارقي لاضطراب ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد على المعايير الأساسية لهذا الاضطراب وهي كما قلنا ضعف الانتباه النشاط الزائد والاندفاعية ولإجراء المقارنات بين اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد والاضطرابات أخرى تتداخل أعراضها مع أعراض اضطراب ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد فإن الأدوات المتخصصة لتشخيص هذا الاضطراب تعتمد على بناء أبعاد وفقرات الأداء على المعايير الثلاثة السابقة ومن هذه الاضطرابات مثلا حالات القلق طبعا القلق يتمثل فيها الانزعاج المفرد لتوقع حدوث موقف أو حدث غير سار ويؤدي القلق إلى التوتر والتهيج الشديد مما يؤثر سلبا على قدرة الطفل على الانتباه والتركيز إضافة إلى إمكانية الخطأ في إصدار الأحكام والاستجابة لبعض المواقف كما يظهر الفرد سلوك النشاط الزائد والإخفاق الدراسي والتفريق بين مظاهر السلوكية للقلق وأعراض اضطراب ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد فإن من الضرورة البحث عن الأسباب ومصادر القلق أو الخوف عند الطفل وتحليلها فيه أثناء جمع المعلومات من خلال التاريخ الطبي وإجراء عملية التشخيص للطفل طبعا أيضا اضطراب السلوك يعني بعض الدراسات تشير إلى اضطراب السلوك وعلاقته بضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد حيث أن حوالي ثلثي الأطفال الذين يعانون من ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد يعانون من اضطرابات السلوك ويعرف على أنه النمط المتكرر والثابت من السلوك الذي تنتهي فيه الحقوق الأساسية للآخرين أو الخروج عن الأعراف والقوانين الاجتماعية بشكل كبير وتظهر الأعراض في مرحلة مبكرة من عمر الطفل وتتمثل في السلوك المضاد للمجتمع تدمير الممتلكات تطمع في أشياء آخرين الهروب من المدرسة مثلا وقد تتداخل هذه المظاهر السلوكية مع مظاهر الضراب ضعف الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد نتصل النسبة تقريبا إلى 20 إلى 57 من الحالات فقد بلغت النسبة بين المراهقين الذين يعانون من تزامن للضرابين معا إلى ما يقارب 44 إلى 50 من الحالات ترجمة نانسي قنقر